حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس من عواقف خطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطع غزة بيان لرئاسة المصرية وضح أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دعيا إلى التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدة الإنسانية إلى قطع غزة يضيف البيان المصدر أضاف أن الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين استعرضا خلال اللقاء آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة